ان شاء الله اللي هرده هنعمل مع بعض التربون اللي هو القطعتين. التربون ده حلو جدا جدا ومطلوب تقدر تلبسيه بطريقتين انك تلبس القطعة الاورانية الوحدها وانك تلبس القطعة التانية ديت برضو معيها. شكله شكل جدا تقدر تعملي صوري تقدر تعملي قطن. تقدر تعملي بالخامة اللي انت هتلبسيها. المهم تكون الحاجة الكرة. دي اهم حاجة. ده اللي هو التربون اللي هو فوق. دي قطعة تانية. في بنات بتحب تلبس كده. من غير القطعة اللي هي التانية. طبعا وجود الشعر والكحكة بيبقى مختلف. آآ في التربون بيبقى اشيك. طيب. آآ لو ما صلي على النبي. احنا آآ عشان نعمل تربون دوت. هتجيب نص متر قماش يكون لكرة. الخامة بتاعته تكون لكرة. خامة لكرة. آآ واللكرة بتاعتها تكون عالية. تمام? طيب. انا هشتغل كده قدامي هو. بصوا العرض بيبقى قدامي لكرة. انا طبقى قماشة على بعض. تمام? سبتها بس كده الاول بدبابيس. قلت اشتغلكوا على حاجة فتحة علشان تزهر معكم. طيب اول حاجة بس اشتغل كده القماش. طيب قصادي كده على على متني العمق سبعة وعشرين. سبعة وعشرين صنطي على مقفول. يعني لما هنفردهم هيبقوا اربعة وخمسين. تمام? انا كده مجوز سبعة وعشرين. حطي الصنطي معيك اللي انت الصنطي الخياطة يبقى تمانية وعشرين. عايزة هتحطيه بعدين انت برحتك. آآ انا بقول لك وانا بعمل ايه? يعني انا حاطت سبعة وعشرين وحاطت صنطي زيادة الخياطة. آآ اكتبوا المقاسات ديت. عشان آآ هتنفعك جدا لو انت هتعمل مشروع ده حاجة حاجة حلوة جدا لكي. عندي هنا العرض آآ اربعة شهر ونص. وتحطي صنطي الخياطة يبقى خمسة شهر ونص. يبقى انا العمقى عندي كان سبعة وعشرين وحطيت صنطي خياطة يبقى تمانية وعشرين. وعندي العرض آآ اربعة شهر ونص زائد خمسة زائد صنطي الخياطة بقى خمسة شهر. وهقف العنز المستطيل اللي انا عمللته دوت. طبعا كده شغال على متني. المتني قدامي. تمام? ركزوا بس معي. طيب اول حاجة كده بقص بساوي كده ايه? بساوي كده القمش. ركزوا بقى في الحتة الجادة عشان مهمة جدا. انا وغداكوا واحدة واحدة كده عشان ما حدش يطهمني. انا بقص كده لحد ايه? النقطة الاخيرة ديت بتاعت المستطيل. بعد كده هاتني المستطيل دوت تانية اده بالزبط. اده بالزبط. انا مرضيتش اعمل كده من الاول عشان ما تتلغبطوش. تمام? يبقى انا عملت مستطيل على متني آآ عمقه آآ تمانية وعشرين بالخياطة وخمستاشر ونص عرض بالخياطة وبعد كده تانيت وتانية كمان بقى عندي يعني المستطيل اهو. آآ والضبل بتاعه. زيه بالزبط المقابل ليه? وهيبقى متني كده. تمام? دي اول قطعة. بصوا بقى هنقص قطعة تانية زيها بالزبط. زيها بالزبط. انا علاماتني هو انا تانية كده. وهقص قطعة تانية. طبعا اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس. ولايك يا جماعة عشان ان حاجات دي آآ تترفع وتتشاف. علشان المشاهدات قلالة جدا. عارفين عارفين انتو لما تعملوا فيديو وتحسوا انه كانتو بتعملوا حاجة عشان الناس تستفادوا وتتفاجئوا في الاخر ان ما فيش مشاهدات دي حاجة بتحزن وبتزعل جدا بالزراحة. فتدونا حماس وبار كده عشان خاطر نعمل حاجات تانية حلوة. اه بستوا يا بنات. عشان خاطر لو انت عايز حاجة تمسيكي بقى القماش. آآ دي مشابك بتبقى موجودة للبطاطين والحاجات اللي هي الضخمة. دي ممكن تجي بيها وتبقى جنبك تثبتي بيها او ما ايش عايزة تقصي حاجة مثلا وهتثبتي حاجة عايزة تثبتي من الجناب بتثبتي بيها في برضو اللي هي صغيرة. الحاجات دي حلوة اول. انا كده بقص القطعة زي القطعة اللي انا قصتها الاولانية. عايز اقول لكم ان والله العظيم انا مسورة فيديوهات كترة جدا لشغلي. وآآ بسبب بسبب ان مفيش آآ مفيش حماس كده. محدش مشجع الواحد. مش مفيش آآ مفيش عنده اقبالين هو يمنتج وينزل حاجة. انا كده قصيت قطعتين بالمقسات اللي انا قلتلكوا عليها. بعد كده بيجيب قطعة كده زي مربعة مثلا. انا دي اسقوصة عندي اهي. بس بشوف عندي هي هتجيب تمانية سنتي على مقفول ولا لأ. يعني هي دي جابت معي اقلم اللي انا عايزة بنص سنتي. فانا هشوف دي بقى كده اي مزبوطة معي ولا لأ. طيب انا انا هعمل دايرة والدايرة ديت الضلع الواحد فيها اه تمانية سنتي. يعني انتي لما تحطي البرجل كده في النص هتفتحيه على تمانية سنتي وتعملي دايرة. وصلت كده وصلت بسهولة جدا. انا بثبت كده عندي انا كده انا تانية كده قطعة قماشة على اربعة تانيتها كده وبعد كده تانيتها كده تانية. وبعد كده باخد من من الزاوية من فوق تمانية سنتي داير ايه ما يدور. عملت كده صح عملت الطريقة التانية اللي انا بقولك عليها انك انتي تحطي برجل في النص وتفتحيه على تمانية سنتي. تمام? هتطلع معاك برضو مزبوطة. آآ تمانية سنتي اللي بقى ممكن اكبر عن كده بس انا عايزة ان التربون من وراء يديني كشقشة بسيطة قوي كده بيدي الشكل حلو لما جا ركبه. بصوا بقى انا خدت افراد عشان لما جا خيط خدت في الاربع اضلاع. خدت فرد هنا وفرد هنا وفرد هنا بحيس ان انا لما اجا خيط ابقى عارفة فين الزاوية اللي انا هخيط فيها. طيب انا كده قصيته. انا خيطه بقى مع بعض على المكنة. اذكروا الله جماعة. يا الهن لله. طيب انا بقلب كده على الضهر عشان اخيط على الضهر. طيب انت بتخيطي اللي هو بالطول ماشي. اللي بالعرض هو اللي مفتوح قدامك اللي هي اللي كرة. موسيقى انا كده خيطت اول قطعة من الجنب اخيط القطعة التانية برضو التربون ده مطلوب قوي 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 يا جماعة والله اه وحلو فعلا فعل في لبسه جدا طيب بصوا بمسك كده اي بفتح كده فانمس وامسك الخياطين دول اللي انا اللي انا خيطتها دي دي مقابل ديت طبعا مفهوض تعملي اه فتحي فتحي خياطة بماكوة بس انا عشان عايزة اشتغلكو على طول بوريكو كده وفي الاخر انا اكوي الحاجة انا مسكت الخياطين قصاد بعضهم وزبطت كده المسافة عندي اه مش متملكة منها ومش اتعرفت تعملي كده وتخياطي وحطي دبوس يعني انتي مسكي الخياطة قصاد الخياطة وحطي دبوس ثبتيهم في بعض وبعد كده خديها على المكانة وخياطي انا ببدأ بقى ان انا خيط انا في القطعة الاولانية ديت بسبت تثبيت بس يعني انا مش ضروري اخد فيها فرماتورة وصلت انا عايزة اثبت بس الدوران عشان اعرف اشتغل عليه طيب برجع ان انا اعدلها كده تاني وطبقها كده على اربعة وهاخد ايه فرد كده بالمقص من ناحيتين طبعا فينا حفايا خياطة كده كده متعلمة مش ضروري ان انا علمها كده بقى عندي كده الاربعة جهات ومتعلمين طيب بجيب بقى الدايرة بقى دي انا هو كنت انا وقد افراد برضا اربعة افرادة هو كل فرد فيهم انا هحطه مقابل الفرد اللي انا وقده برضو في الايه في القطعة اللي انا مقفلها دي واقوم حتى دبوس كل فرد انا هحط قصات فرد اسبته كده بدبوس قبل ما اشتغل على المكان الموضوع سهل جدا 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 ما فيش اسهل من كده وبعد كده هقوم ستبتها بعد على المكان انا مك装 لي اجمع مك装 HA مك装elly الحتة اللي هي الزيادة دي انا بيخدها تحت المكانة كده عشان تديني كاشكاشة كده وره في البوليوم ده التكسير اللي انا بعمله دوت بعمله في الجزء اللي هو تحت مش في الدايرة يعني بتتخيط بدورانها مظبوط ما بقاش فيها كاشكاشة كاشكاشة بتبقى بالجزء اللي هو التحت بس اهم حاجة ان كل فرد يبقى اللي قدامه واللي ما بينهم بقى هو اللي انت بتكشكش فيه بالغاية اشتركوا في القناة شيري بقى الدبابيس دي خالص كده. وطبعا ده بتعمل اوفر وبتكوي. وبيبقى ده الشكل بتاعهم الظهر. وتقدر في المرحلة دي انك انت تلبس ده كده بس الواحده من غير القطعة اللي هي اللي فوق. كمان في خطوة ممكن تعمليها آآ هورها لك انا في القطعة التانية دي ممكن تعمليها في دي قبل ما تركبها في الدايرة. في الجزء اللي هو منتصف ده. بتبدأ ان انت كشكش الجزء دوت قبل ما تركب الدايرة بيديكي برضو شكل حلو قابل. كيب نعمل بقى القطعة التانية. طيب انا هنا كان فيه في الجنب كده اي قطعة بسيط فانا آآ هاتفداي بس هعديه بصنطي كده. جمياه بس مرقش. تشيط لديكين. جمياه بس مرمس تبانية. بس مرatique؟ ببدأ ان انا قصة الزوايا ديت طيب آآ القطعة الاورانية بنخيط دي زيها بالضبط بنمسك الخياطة ديت اصدر الخياطة اللي قدامها بس في القطعة التانية ديت مش بس بسبتها لأ انا بخيطها خيوطة يعني بعمل فورماتورة في الاول وفي الاخر في القمشة اللقرة بتشدي كده لقماش بحاجة بسيطة وانت شغالة علشان آآ طبعا لما اللقرة بتجد تلبس لو انت مش شديها الخيط ده بي طق وممكن يتفك وده سبب ان انت ممكن تجيبي حاجات كتير وتلاقي يفك خيوطة فيها نعملت فورماتورة في الاول وفي الاخر لان دي خيوطة كاملة طيب في المرحلة دي انا مش هنفع اكمل لما اعمل آآ يعني اعمل الداير ده وعمل الجزء التاني برضو وارجع لكم طيب انا عملت الجزء الاولاني التربون الجزء الاولاني هو فيه خلاص طيب الجزء التاني برضو عملت له اوفر بصوا بقى ركزوا في القطعة الثاني دي اعملها ازاي انا بفتح كده وبخلي الخيوطة دي في النص داير ميدور تمام وبزبطها كده آآ بحيث ان انا لما اشتغل الخيوطة الخيوطة اللي انا مسكها دي تبقى مقابلة لها يعني بصوا انا بزبطها الاول بايدي كده والخيوطة ايه في النص والخيوطة اللي على جنب ديت طب اعملها لكو تاني عشان انا ما اخدش باله اهي انا بعد ما خيطها بفتح كده القطعتين من بعد وبخلي الخيوطة في النص داير ميدور وخلي ايدك تبقى زبطها لحاجة كده معيك مش عارفة ايه سيب المزورة يعني لو انت مش عارفة تواصطنيها بس ايه سهلة جدا وبرجع على بها كده وبايدي كده بقى بتببدأ ده انا ازبطها الاول قبل ما اعمل اي حاجة على المكانة بص بخلي الخيوطة ديت اللي هي في الجنب ديت بزبطها كده الاول وبسبتها كده قدامي وبشوف ايه الدلع اللي مقابل لها على طول ده مقابل ليه هو ده على طول فانا هعمل ايه بقى هسبت كده من هنا بدبوس عشان يلقو ماش ما يتحركش معي لانه طبقتين يا اما تعملي علامة بالمرك انت واللي انت عايزي بقى انا هو سبتة هو عشان اعرف ان دي سدوية المقابلة ليها على طول ببدأ بقى بفتح قدامي كده وبعمل ايه بقى آآ وانا على المكانة كده ببدأ ان انا عمل قصرات بزبطها كده بايدي خط مستقيم عشان كده بقولك علامة بالمرك لو انت مش متمكنة من ان انت تعملي كده علامة بالمرك قبل ما تشتغلي يعني بعد ما تعرفي المكان فين اللي انت هتشتغلي فيه يعمليه بمسترة كده خط مستقيم بالمرك واسبتيه بدبوس من على جنب عشان ما يفردش منك وابدأ اشتغليه انا بكسر هو خط مستقيم تقدر تعملي بقى بالتريكول يومين دول فيه تنازل التريكول الحاجات اللي هي اللقرة الجامدة دي تقدر تعمليه بيها يبقى حلو جدا سوري ماشي قطن ماشي يعني الخامة ديت خمس ماس كوبا هي معمول منها درسات ومعمول منها بروزات فانت القماش ده ممكن تستخدمي لان اللقرة بتاعته حلوة برضو فيه ليفربول فيه اه سوريه اه كتير اغلبيته لقرة وفيه في الحاجات اللي شيته برش والحاجات دي برضو لقرة عالية والقطيفة عندي خمس كتير جدا تقدر تشتغل بيه بصوا الشكل اهو تقدري بقى تعملي الخطوة دي في اللي هي الطاقية الاولانية قبل ما تتركبي قبل ما تثبتي في في الدايرة بس هتتعمل مش مش هنخلي الخياطة في النص زي كده اللي هي فكرة بس الكشكشة الفكرة بتاعت الكشكشة بس بس انما دي دي اصلا متقفلة بطريقة ودي متقفلة بطريقة تاني يعني انت ممكن تعمليها كده بعدلتها كده قصرات قبل ما تركبها في الدايرة نفسه وكده التليبون بعد ما خلص وتكاوى كمان حاسيت ان هو عند القصرات ديت ممكن احط له حاجة كده استراس آآ انت برضو زوق كنت ومزاجك ده بيبقى شكله طبعا آآ هنا المانيكان مفيش عارفة مش مدي فوليوم اعلى بس هو طبعا يبقى احلى من كده دي كده هو بالقطعتين كده آآ دي القطعة الاولانية لوحدها شيك قوي قوي برضو للناس اللي هي مش بتحب بتلبس حاجة آآ قطعة تانية دي ممكن تتلبس كده بتنتوريك كده برضو مش تبقى نبيانة شعرك ولا حاجة شكلها شيك قوي دي القطعة التانية هي القطعة التانية دي ممكن برضو تلبس لوحدها كده لو انت حاب تلبسيها برضو في البيت كده على شعرك او حاجة آآ تستفدي بها بكده شكل يعني آآ ده شكل تاني من اللي هو الطاقية برضو حلو قوي صوري في ناس بتحب كده وفي ناس بتحب كده واللي انتي آآ لو انتي فتحة مكان آآ